اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متشار للتسويق وبعدين يتدرج لحد يبقى المدير التنفيذي انت بتشوف حاجة في الشخص ان ده كدر هيوصلنا لإيه بتنحز للكفاءة بتنحز للجرأة والكفاءة والاضافة اللي ممكن تاخدها من الشخص اللي قدامك خلاص احنا شفناك المنتج الملحن المولد الكشكول المخرج الممثل انا عارف انك حيبقى لك التجارب في التمثيل ودي وحنوض نتصور معا سعيد ودي خلي بالك لا اخفي عليك قد تضيف وقد تأخذ منك وانت ما بتعملش حاجة كده اعتباطا الحمد لله التجربة الاولى دي اللي لسه مخلصينا من قريب اللي تعرضت قبل رمضان اللي فات الحمد لله الحمد لله يعني احنا لسه كنت بس تلم من 4 و 5 ايام جايزة احسن مسلسل كوميدي في 2021 اللي هو مسلسل في بيتنا الروبوت مسلسل كان بطولة شيماء سيف عمرو وهبة ليلة احمد زاهر وانا ومعنا طبعا الفنانة الله يرحمها استاذ دلال عبدالعزيز جات المسلسل عشان تدعمني في اول تجربة بطولة يعني جماعية ليه انا وزميلي فكنا نستلم جايزة احسن مسلسل كوميدي لاول مرة مسلسل برة رمضان بياخدها يعني عادة المسلسلات اللي جوا رمضان هي بتاخد المشاه اه فبتاخد التصويتات الاعلى دي قالوا لي اول مرة الجايزة دي تتاخد لمسلسل برة رمضان فالحمد لله الحمد لله التجربة بتاعة مسلسل في بيتنا روبوت ومسلسل بردو كوميدي وعائلي وفي النادي طبعا وانا بحضر الحفلة بقى جمهور الاطفال كانوا عارفين بتش عايفة اشتغل منهم بس كنت بطل عليهم كل شوية اتصور وارجع تاني بس مبسوط الحمد لله بذكر الاطفال يا شك مش ناوي بقى تعمل لنا حاجة زي ما كانت كده محمد فوزي فاجئنا وعمل حاجات خالدة لاطفال مظلومين في مصر مفيش اعمال كتيرة مميزة نحط فيها القيم وانا كنت قلت لك فكرة مات يلا بينا ان شاء الله نعملها والله للا اطفال قال للأهلي قال للأهلي باشو ما تتكلمني عليها كذا مرة وقال لي يلا نعمل كذا وبعدين اخر مرة كان المفوضة هيبقى فيه معادمة بيننا بس بس على فكرة الناس اللي مستعدية تعمل لك الكارتون لحاجات دي عايزة توريك شغلها عشان لو اقتنع لا يلا بينا والله العظيم تبقى اكبر خدمة نعملها لانا عايزين ندي القيم بتاعة المجتمع النبيل وقيم النادي الاهلي لأكبر عدد من الاطفال من خلال هذا العدد طي ترجمة نانسي قنقر